أرطيش في الشيء يمكن حصري للبرنامج قرار أنه نستورد مليون طن من الحنطة في خطوة أولى وبانتظار الأيام المقبلة وقد تحصل الموافقة على مليون طن آخر من مادة الحنطة وهذا مهم جدا الشيء الثاني أنه استثناء وزارة التجارة من تعليمات العقود الحكومية كنا مكبلين بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية من الصعب جدا أن تتعاقد الوزارة وفق آلية العقود الحكومية وبالتالي اليوم استثنونها الغرض هو تقديم عروض من شركات ومناشئ رصينة وبالتالي التعاقد بشكل سريع ومستعجل لدينا الآن أكثر من 15 عرض من شركات ومناشئ عالمية في موضوعات الحنطة نتطلع إلى توقيع عقدة خلال هذا الأسبوع طيب سيد حنون تمويل وزارة المالية ووزارة التجارة قد أصبح المبلغ تم تمويله لكم حقيقة أعتقد اليوم أنا أجيتك قبل دقائق من انتهاء الاجتماع وقد أخطأ في الأرقام لأنه حقيقة أنا قبل لا أجيش بخمس دقائق لأتقيت بسيد الوزير وأتاح بأنه اليوم الحكومة باتجاه دعم كبير للبطاقة التنوينية ودعم كبير لتوفيق خزين استراتيجي وسيد رئيس المزراء وجه وزارات المالية والزراعة والتجارة بإيجاد خزين استراتيجي للحبوب وخزين استراتيجي للمواد الداخل للبطاقة التنوينية وأيضا خصص الاجتماع موالغ لشراء مواد السلة الغذائية خلال شهر رمضان واليوم حقيقة أطلقنا جزء من اتزاماتنا في موضوع شهر رمضان مبارك قدمنا موعد استنام الحصة ولذلك حصة أخرى ستتوزع في الأول من رمضان أو في الربع الأول منهم يعني بيشي حالة رح تستلمون أنتو الحنطة من المزارعين؟ حقيقة أيضا أنا في البالحة بالشركة العامة رجالة المواد الغذائية عقدنا كلجنة تسويقية عليا وقررنا أن ينطلق الموسم التسويقي في الأول من نيسان المقبل ثانيا عدم العمل بالخطة الزراعية يعني قصدي استلام كل الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وأيضا حتى المواصفة في عملية استلام الحنطة تم تغييرها بقية استلام أكبر كميات وأيضا طالبنا بـ 500 مليار من الموازنة المالية لغرض دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل عاجل وأيضا جملة من الإجراءات الهدف منها هو إجراءات طارئة لغرض مواجهة ارتفاع الأسعار وتأمين على الأقل مادة للحنطة ضمن البطاقة التأمين